طيب عندي بقى اكتر من موضوع وكل المواضيع دي سخنة جدا جدا وهتسمع عندنا حاجات مهمة جدا جدا بقالنا يمكن اكتر من يومين من يوم الخميس واحنا بنتكلم على فكرة التحكيم المصري هل يتواجد التحكيم المصري في قمة الاهلي والزمالك ولا لا الزمالك نزل بيان واعترض فيه يوم الخميس وقال لك لا احنا مش عايزين نتقم حكام مصري من فضلكم لا لي نزل بيان وكمان قال لك يا جماعة كل تقدرنا وكل احترامنا للتحكيم المصري بس من فضلكم احنا مش عايزين نتقم تحكيم اجنبي وعايزين نتقم تحكيم اجنبي على اعلى مستوى اتحاد الكرة النهاردة نزل بيان قال فيه ايه بقى تابع معايا البيان هيظهر لحضرتك على الشاشة قال لك لا يا جماعة المباراة المقبلة ما بين الاهلي والزمالك 18 ابريل بتقم تحكيم مصري وزي ما تقول كده ايه ده امر نهائي قال لك مع كامل تقدرنا واحترامنا لكل الاطراف اللي موجودة في منظومة كرة القدم المصري قال لك يؤكد الاتحاد المصري كرة القدم مجددا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الافضل على مستوى القارة الافريقية وهو الامر الذي يستند اليه الاتحاد المصري في ادارته لمسابقاته المحلية مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الافضل لادارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز ويؤكد الاتحاد على انه رغم احترامه لرؤية عناصر المصابقة كافة اللي هو منقصين اهلي وزمالك يعني الا ان التوقيت الحالي يعد الانسب في العودة مرة اخرى لاسناد مهمة ادارة مباراة القمة الى الحكام المصريين الذين يلقون دائما كل التقدير في المسابقات الافريقية اللي بيتواجدوا فيها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم واجابي وبفعالي وامل الاتحاد المصري ان يجد حكامه الاكفاء التشجيع الملائم من كل الاطراف لما في ذلك من ارتقاء باللعب اتحاد المصري كرة القدم وهو يؤكد على هذه المعاني فانه يضع نصب عينيه في الوقت نفسه مصالح اطراف المصابقة كافة ومصلحة المصابقة ذاتها ومدى تأثرها على الكرة المصرية بشكل عام وسعى النحو اضعاء في مكانتها الملائمة على مستوى العالم ويتحتفل هذا العام بمئة سنة على انطلقتها الامر الذي يجعل في المصاف متقدمة ومحط انظار دول عديدة وكذا 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 واذا نصل الى العنوان النهائي انه متش القمة بحكام اجانب متش القمة عفوا بحكام مصريين